السلام عليكم كل عام وأنتم بخير النهاردة هنعمل الرنجة بست طرق مختلفة وكمان هنشوف ازاي نخل الرنجة وكمان ازاي نشوي الرنجة كل طريقة للرنجة احلى من التانية اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنشوف ازاي الرنجة ازا كانت طازة ولا لا هتجيبوا الرنجة وتضغطوا عليها بصوابعك كده لو صبعكو ما طبعش في الرنجة كده الرنجة تكون سليمة وما تكونش بايزة خالص احنا هنستعمل المقص اول حاجة هنقطع راس الرنجة بالشكل ده وكمان نقطع غاشمها والديل بتاعها زي ما يكون بننظف سمك بالزبط بعد كده بالمقص برضو هنفتح بطن الرنجة بالشكل ده اول حاجة هنطلع البطروخ طبعا فيه نوعين من البطارخ بطروخ بيكون ناعم وبطروخ بيكون خشن الاول بنطلع البطروخ من بطن الرنجة عشان ما يتبهدلش مع الامعاء بتاعتها بعد كده ننظف الرنجة نفسها من الامعاء بسكينة كده نشيل الامعاء بتاعتها وبرضو بنفس السكينة هنجحة بطن الرنجة من الحاجات السودا اللي بتكون لزقة في الرنجة بالشكل ده هي بتطلع بسهولة جدا وما بتقطعش خالص لو لقيتوا بطن الرنجة بيتفتت وانتوا بتعملوها او انتوا بتنظفوها كده الرنجة نفسها ما بتكونش سليمة بعد كده بمنديل بتجيبوه وتمسحوا الرنجة من اي بقاية من الامعاء فضلت في بطن الرنجة بالشكل ده بتنظفوها كويس بالمنديل لان طبعا ماينفعش نغسلها خالص تحت المياه كده الرنجة نضفت خالص بطنها نضف خالص بعد كده هنقسمها نصين هنجيب سكينة وندخلها كده بين السلسلة وبين اللحم ونقطع بالسكينة كده لاخر الرنجة او لديل الرنجة والاجزاء الجام ده اللي بتكون فوق بنقطعها بمعاص بالراحة كده بالشكل ده بعد كده بنفتح الرنجية بالشكل ده كده سهلة جدا بعد كده بالمعاص نقسمها نصين بالشكل ده ونشيل اي شوق موجود كده نشيله خالص بادينا بيطلع بسهولة بالشكل ده وده النص الرنجية التاني هنيجي من نص السلسلة ونسحبها بالشكل ده ولا من عند الديل ولا من فوق من نص بتتسحب بسهولة اكتر وبرده نشيل اي شوق موجود فيها بالطريقة ده ونقص الجزء الاسويت ده بالمعاص بالشكل ده الجزء ده ما بيكونش فيه لحمة خالص عشان كده بنشيله هو ملوش اي لزوم خالص دلوقتي هنشيل الجلد بتاع الرنجية من عليها هنيجي كده من فوق خالص من الطرف ونحاول نخلعها من الرنجية نحاول نخلع القشر من الرنجية بالشكل ده بعد كده هنسحبها هنلاقيها بتتسحب بمنتهى السهولة اهم حاجة اننا بس نخلعه من فوق ونشده بادينا بالشكل ده بتخلع بمنتهى السهولة وما تخافوش طالما الرنجة سليمة ما بتتهريش خالص بعد كده هنعمل الطريقة الاولى من الرنجة هنقطع الرنجة شرايح بالشكل ده عشان تكون سهلة في الاكل ونضيف عليها شوية خل وطبعا كمية الخل حسب كمية الرنجة اللي معانا وكمان هنضيف عليها شوية من الزيت زيت طعام عادي خالص زيت عباد او زيت درة وكمان ممكن زيت زتون وكمان هنعصر عليها لمون طبعا كمية اللمون زي ما قلتلكو كمية الزيت والخل حسب كمية الرنجة اللي معانا بس كده دي الطريقة الاولى وبيتاكل معها بصل اخضر دايما وانتو بتاكلوا الرنجة والفسيخ تكتروا من اللمون وتكتروا كمان من البصل الاخضر ولو مش موجود بصل اخضر ممكن بصل عادي لانه بيقتل البكتيريا اللي موجودة في الاكلات دي وتاني طريقة هنعمل بيها الرنجة برضو الرنجة متقطعة شرايح زي الطريقة اللي فاتت وبردو هنعصر عليها لمون وكمان هنضيف عليها شوية من الزيت الصغير وكمان orخل مrelaxغري الطريقة دي زي الطريقة اللي فاتت بس مختلفة انا منضيف العطريقة دي شوية طحينة هنضيف كده على الوش شوية الطحينة وخلاص دي الطريقة الثانية من الرنجة الطريقة الثالثة من الرنجة هي التالت من الرنجة هي الرنجة المشوية هنشويها في فرن البتاجاز بنجيب صنية ونحط عليها الرنجية بالشكل ده وندخلها تحت الشوية اول ما الرنجية تفتح وتسخن وتكون بالشكل ده كده خلاص هي تشوت يعني بتفضل في الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة فقط هنسيبها تبرد بعد كده هنشوف ازاي نعملها هي كده بردت تماما برضو بالمقص هنشيل الراس والاجزاء المش مفتوحة كده هنفتحها بالمقص بعد كده نشيل البطروخ بتاحها هنلاقيه بيتشال بمنتهى السهولة متماسك جدا اهو زي ما انتوا شايفين بعد كده هنخل الرنجة هنشيل السلسلة ونشيل الشوك وكمان نشيل اللحم بتاحها هتلاقوا لحم الرنجة المشوية بيطلع بمنتهى السهولة اسهل كتير من الرنجة العادية وطبعا وانتوا بتشيلوا اللحم هتشيلوا الشوك والامعاق بتاعتها عاوز اقولكو انه يفضل اننا نشوي الرنجة لو الرنجة دلعا انما لو الرنجة ملحة بلاش تشوها افضل لان الشوية بيزيد من ملوحة الرنجة بعد كده طبعا احنا حطينا الرنجة في الطبق بالشكل ده بعد كده هنعصر عليها لمون دي رنجاية واحدة كفاية عليها لمونة واحدة الرنجة بتحب اللمون اللمون والبصل الاخضر والخل والزيت والحاجات دي بتكسر ملوحة الرنجة وكمان بتعوض الجسم الحاجات اللي بيفكدها اسناء الاكلات دي وكمان هنضيف على الرنجة شوية خل وكمان شوية زيت طبعا الرنجة لازم يعني يفضل اننا نعملها قبل الاكل بحوالي ساعة ونركنها في التلاجة عشان تاخد من المكونات اللي بنضيفها عليها وكده خلاص خلصنا الرنجة المشوية دلوقتي هنعمل صلطة الرنجة في طبق هنحط بصل اخضر ولو ما عندناش بصل اخضر ممكن نستخدم البصل العادي وكمان فلفل رومي الوان ممكن اخضر وممكن الوان ولو عاوزين فلفل حراء ممكن نضيف وكمان هنضيف طماطم ويفضل ان الطماطم تكون نشفة يعني ما فيهاش اي سوايل بعد كده هنعصر على الخضار ده لمون وكمية اللمون طبعا حسب كمية الرنجة او كمية السلطة اللي بنعملها دلوقتي هنضيف الرنجة انا مقطع الرنجة مكعبات سلطة الرنجة بتتعمل بالرنجة بتكون مقطعة مكعبات بالشكل ده بعد كده هنضيف شوية زيت طعم وكمان شوية خل وطبعا لو الرنجة ملحة ببنضيفش اي ملح خالص بس لو الرنجة دلعة ممكن نضيف رشة ملح صغيرة بعد كده بنضيف معلقتين كبار من الطحينة الطحينة بيكون طعمها حلو جدا مع صلطة الرنجة وكمان بتكسر ملحاتها بعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا لازم يتقلبوا مع بعض كويس جدا وكده خلاص احنا خلصنا صلطة الرنجة وبكده نكون عملنا رابع طريقة من الرنجة نفضيها كده في طبق عشان يكون شكلها حلو واحنا بنقدمها طبعا عيد كل سنة وانتوا طيبين وممكن نضيف لها من فوق شريحة رنجة بالشكل ده تخلي الطبق شكله حلو جدا دلوقتي هنعمل للناس اللي بتحب البطارخ صلطة البطارخ بالطحينة هنجيب الكبة ونحط فيها البطارخ سواء اتنين او تلاتة حسب ما انتوا عايزين وهنضيف على البطارخ معلاتين كبار من الطحينة وكمان هنضيف شريح من البصل الاخضر ولو مش موجود البصل الاخضر نستخدم البصل العادي وكمان شوية من الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر وكمان هنضيف معلات صغيرة مليانة من هريسة الفلفل الاحمر وممكن حباية واحدة من الفلفل الحار لو عايزين وممكن نستغنى عنها وهنعصر عليها لمون وكمان هنضيف لها شوية من الزيت وشوية من الخل وبس كده هنطحن المكونات دي او نخلطها مع بعض بس هنطحنهم يعني او نفرومهم فرم خشن انا مش عايزاهم يكونوا نعمين خالص زي سلطة الطحين العادية لا عايزاهم يكونوا خشنين يعني فيهم قطع من البطارخ وكمان قطع من الفلفل والبصل القطع دي ما بتكون في السلطة دي بيكون طعمها حلو جدا ومميز وكمان ممكن نزين الطبع ببطروخ كمان بالشكل ده وممكن كمان نضيف عليه من فوق شوية زيت وكده نكون عملنا خامس طريقة هنيجي بقى للطريقة الأخيرة وهي الرنجة المطبوخة في حل على نور متوسطة هنضيف في الحل أو هنحطها في الحل حوالي 3 معالق من الزيت هنسيب الزيت يسخن بعد كده نضيف عليها البصل الأخضر المقطع شرايح ولو مش موجود بصل أخضر ممكن نستخدم البصل العادي هنشوح البصل حوالي ديها واحدة فقط بعد كده نضيف عليها الفلفل الألوان أو فلفل أخضر رومي نضيف الفلفل ونشوحه شوية مع البصل حوالي برضو ديها أو ديها أو نص بعد كده هنضيف معلقة صغيرة مليانة من هريسة الفلفل الأحمر وممكن نستغن عنها لو ما بنحبش الحاجة حرقة هنشوح المكونات دي مع بعض شوية حوالي ديها واحدة بعد كده نضيف الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة نضيفها ونشوحها ونسيبها تسبك شوية بس ما بنسيبش ميتها تنشف خالص بيكون فيها شوية سويل أول ما الطماطم تتسبك شوية بنضيف لها رشة من الكمون وكمان رشة من الملح ويفضل إن الملح يكون بنسبة بسيطة جداً وبالذات لو الرنجة دلعة بعد كده هنقلب الكمون والملح مع الطماطم شوية صغيرين بعد كده نضيف الرنجة أو مكعبات الرنجة المخلية ونقلب الرنجة مع الخلطة دي شوية بنقلبها لحد ما تسخن وتاخد من طعم الخضار شوية يعني حوالي ديئتين فقط وما بنسيبش السويل اللي فيها تنشف خالص يعني بنشيلها من على النار وهي فيها شوية من السويل الموجودة في الخضار بعد كده بنفضيها في طبق ونعصر عليها نص لمونة أو نضيف عليها معلها من الخلط اللمونة اللي بنعصرها في الآخر أو الخلط الإضافة البسيطة دي بتخلي طعمها جميل جدا وبكده نكون عملنا الرنجة بست طرق مختلفة كلهم أحلى من بعض كل عام وأنتم بخير وكمان شوفنا إزاي نخل الرنجة بطريقة سهلة جدا وكمان إزاي نشوي الرنجة في الفرن من دون ما نبهدل تروية العيد ونبهدل البتجاز وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته